العاق ما العاق وما أدريك ما العاق كلبت ثمود وعاده بالقارع فأما ثمود فأهلكه بالطاغية وأما عاد فأهلكه بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعداث نخل خاوية فهل ترى لهم جم باقية وجاء فرعا ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا أحملناكم في الجارية لنجعل آنكم تذكرة وتعيها أذنوا واعيا فإلى نفخ في الصور نفخة واعدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واعدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ مباليا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابا بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيا إني ضدنت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابا بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت قاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام مسكين فليس له اليوم هامنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تغمدون ولا بقول كائن قليلا ما تنكرون تنزيلهم من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكلبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم